موسيقى اختبارك هو عبارة عن سلسلة احداث وتحليل وكان فيه زي تعاملات خاصة بينك وبين الرب عن طريق امور سواء من خلال دراستك في التاريخ والاستنتاجات اللي وصلتي لها الى اخيرا انه حتى رحت وطلبت المعمودية لكن كان بتقول انه كان حياتك في خطر وعم بتشوف يعني الالات حواليك شو اللي صار معك زي ما كنت بقول كده الرب علمني يعني ايه اخذ وعد كنت ماسكة اوي في الوعد بتاع اشعية ده ان كل قلة صورة ضدي مش هتنجح فلما كنت اسمع السرينة بتاعت العربيات بتقول يا رب بس انت قلتلي ان كل قلة مش هتنجح عدة الايام مضارت وبشكل اعجازي خرجت من مصر وجيت على كندا طبعا لبنان ومن لبنان لكندا وجيت طبعا تحت برنامج حماية جيت كندا انا يعني معرفش متش انا بس سبت الاسلام ومسكت الكتاب المقدس وانا في الزنق الفترة اللي استخبتها في مصر قبل مخرج كانت 13 شهر وزي ما قلت ان البني ادم لما بيتزنق بيرجع لأكثر كوة عظمة هو مسنود عليها اذا مسنود على مديات بيرجع لها واذا ما فيش مديات بيرجع للقدير كانت بالنسبة لي عشان ارجع للقدير طب ما انا عايز اكلمه يتكلمني طب اعمل ايه طب ده كتاب وهقره قريت الكتاب المقدس وكنت لما افتح الكتاب اقول له رب قريني اللي هفهمه او فاهمني اللي هقره 13 شهر ده كل اللي بعمله ولان الكلمة زي المية مهما كان سواد الاناء بتخسل ولان روح الله اللي في الانسان امين لان فيه صفات الله والله امين ياخد الكلمة ويخزنها وساعة اللزوم بتلاقيها حضرة وعنده انت بقى يعني تقول ديجات مينين لا ما نقوم من بخزن